نعود مشاهدين إلى موضوع اقتحام جيش الاحتلال جنين وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد ثلاثة شبان معنا من رمالة مراسلنا فادي العصة أهلا بك فادي أعلنت استشهاد ثلاثة شبان صباحا صعب عاشته جنين ولو تضعنا بإحاطة للوضع الميداني حاليا في جنين فادي نعم بدأت آخر الاقتحامات في ساعات صباح هذا اليوم في منطقة جبع جنوبية محافظة جنين عندما استهدف جيش الاحتلال مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان وأطلقت كما قال شهود عيان من الفلسطينيين هناك الرصاص بكثافة على هذه المركبة أدى ذلك إلى إصابات حرجة لهؤلاء الشبان الثلاثة الهلال الأحمر الفلسطيني يقول أنه نقل شبان ثلاثة إلى المستشفيات ويبدو أنهم شهداء لغاية اللحظة وزارة الصحة الفلسطينية لم تؤكد ذلك الخبر ولكن هناك الهلال الأحمر تحدث أن طواقمه الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أن طواقمه تعاملت مع ثلاثة شبان شهداء في منطقة جبع جنوب محافظة جنين جيش الاحتلال طبعا دفع بتعزيزات عسكرية خاصة مع تعرض قواته أيضا لإطلاق رصاص من قبل المقاومين الفلسطينيين واعتلى جنود الاحتلال أسطح عديد من المنازل في هذه البلدة قبل أن يقوم جيش الاحتلال أيضا بإغلاق المداخل الرئيسية وتندلع اشتباكات مسلحة هناك الجيش الاحتلال أيضا أطلق قنابل صوت وغاز ورصاص حي تجاه المواطنين الفلسطينيين وهناك يبدو إصابات في صفوفهم لغاية هذه اللحظة المواجهات ما زالت لغاية الآن في بلدة جبع جنوبية محافظة جنين التي اختحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قليل ستتضح الصورة أكثر إذا هدف العملية العسكرية هؤلاء الشبان الثلاثة في داخل المركبة التي كان يستقلونها أم أن هناك اقتحام داخل منطقة جبع جنوب جنين هذا ما ستجيب عنه الدقائق المقبلة كان سبق ذلك جيش الاحتلال اقتحم منطقة اليامون وسيلة الحارثية واندلعت مواجهات قبل اعتقال شابين من هتين البلدتين في محافظة جنين الوزارة الصحة الفلسطينية تحدثت أن أحد مستشفياتها وصل إليه إصابة بالرأس ووصفت بأنها مستقرة لكنها خطيرة في هذا السياق فادي الصور التي نشاهدها الآن مباشرة هي صور للسيارة التي تحدثت عنها والتي استهدفتها قوة خاصة من جيش الاحتلال هل عرفت هوية الشبان الثلاثة ألي عملية استهداف يعني لأن قوات خاصة يمن قامت بها عرفت هويتهم أعلن عنها الهلال الأحمر أم بعد أنت تتحدث عن حالة طارئة القصة لم يمر عليها أقل من ساعة فقط لأن جيش الاحتلال داهم هذه المنطقة واستهدف هؤلاء الشبان الثلاثة في هذا السياق لغاية اللحظة نؤكد أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني هي التي نقلت هذه الجثث كما قالت وقالت أنها نقلت ثلاثة شهداء وبالعادة يكون هناك إعلان رسمي من قبل وزارة الصحة الفلسطينية عند وصولهم إلى المستشفيات ومن ثم إجراء اللازم الطبي والإعلان إذا كانوا بالفعل شهداء منهم مصابين بحالات حارجة ولكن واضح أن عندما يتحدث الطاقم الطبي للهلال الأحمر الفلسطيني فأن هناك علامات غير حيوية عليهم بمعنى أنهم على الأغلب قد استشهدوا لأن هناك صور تنتشر لإطلاق رصاص كثيف كان تجاه هذه المركبة ولا نعتقد أن هؤلاء الشبان قد ينجوا من هذا الإطلاق لغاية اللحظة الحديث عن هوياتهم ممكن أن يكون صعبا الدقائق المقبلة تحمل تفاصيل أكثر في عملية الاستهداف هذه خاصة أننا نتحدث عن منطقة جنين التي تتصاعد الأوضاع فيها يوما بعد يوم ستة شهداء خلال اليوم الماضيين وأكثر من ثلاثين شهيدا أصبحوا في جنين منذ بداية العام ما يقارب من سبعة وسبعين شهيدا في أرجاء الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة وبالتالي هي أعداد كبيرة وحالة استنفار كبيرة لجيش الاحتلال خاصة في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة شكرا جزيلا لك مرسل التلفزيون العربي فادي العصى كنت معنا مرم الله شكرا لك